موسيقى الآن نحن موجودين في وادي معيدن نبحث عن لفاعي إن شاء الله شيء احتمالي كبير إن نحصل السجاد العماني ونحصل واجي ريسر اللي هي أفعل واجي السريع وطبعا أفعل واجي السريع غير سامة ولكن أفعل السجاد العماني خطيرة وشديرة تسمية إن شاء الله حصل كم نسبة لنحصل فيها أفعد الوادي أعتقد 80% حصل لأن وفرة الماء موجودة والوقت مناسب حرارة الصيف نرح نشوف إن شاء الله شكراً للمشاهدة جصيراً اشتركوا في القناة 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 وهي خطيرة جدا هذا النياب سامع طبعا الحراشف مالها خشنة جدا لهذا السبب هي تحكي حراشفها ببعض البعض ويصدر هذا الصوت الفحيح ويصدر هذا الصوت الفحيح الحمد لله تكلل بحثنا بالنقاح الحمد لله رب العالمين بعد ساعة ساعة تقريبا حصلنا السقاد العماني قريبة من مكان رطب وكانت اظنها تريد تفترس لان المكان مليان ضفادع طبعا بما اننا صورناها وخضينا كل المعلومات المطلوبة عنها راح نتركها البعض يتسأل ليش نتركها طبعا هي بعيدة عن المساكن مكان بعيدة مكاننا أي مفيدة للبيئة يعني هذه قد تكون غذاء لحيوانات وقد تتغذى لبعض الحيوانات فهي شطر من السلسلة الغذائية لذلك حاولنا نتركها ونجدها في حالة لكن احتاج لنجدها بعيدة عن الوادي آآ دا هي بنتروح لها خلاص بنتروح حركتها بطيئة لحظتها وان سريعة لا سريعة الحركة الأولى كانت تحاول تهرب سريعة فقط وبعدين خلاص بدأت تتباطع شكلها حلو جميل لكنها سامة اكيدا بسمي طبعا اللي اعتقدم المغامرة وقفت بعدها مستمرة نحن مستمرين لحد الليل ان شاء الله عاسى اليوم نحصل شيء من الأفاعي ان شاء الله من شارية الحراشف ساوسكيل فيبر بنبحث عنها في هذا المكان وان شاء الله التوفق ونحصلها روح اللي هي من شارية الحراشف أفعى من شارية الحراشف روح وكلنا الله موسيقى شهر 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 هل حصلت شغيرة؟ لا لا حصلت طيرها هي هي هذه طبعا هذه أماكن تواقدها دائما تكون قريبة من الشجار وحيانا تتحرك بعيدا عن الشجار عشان تصطاد فهي دائما تكون واقفة أكثر الوقت منتظر الفريسة تمر من قدامها وتصيدها الظاهر هذه بعدها ما مستقرة وتمشي طبعا هذا النوع من الأفاعي ذكي قدن ويعني يتغذى على أشياء موجودة حولها البيئة ومن النوادر طبعا الأفاعينها تاكل حشرات تاكل قرات تاكل صرار الليل تاكل السحالة الموجودة حولها وهذا اسلوب تعايش عشان يعني يستمر في البقاء في هذا المكان طبعا سمها هي موتوكسن يأثرة في الدم وبشرة طبعا للبعض يتساءل هذا نوع من السحان نواصل البحث عن أفعة غيرها لازم تستعمل إنارة قوية ولازم تكون حذر في خطواتك لأن احتمال تكون قاسف مكان وانت تدوس عليها وهنا أخطر شيء عشان كذا كنا نمشي ولك بسلح طبعا الحين صارنا نص ساعة نحاول نبحث عن الثانية ما حصلنا ولكن لألا وعسى في هذه الدقائق وقالما إن شاء الله نحصلها لو حطت إنها ما تلدغت الخيار الأخير إنها تلدغت كيف سمي؟ زين حصلنا اليوم ثنتين؟ الحمد لله حصلنا ثلاث كامل حصلنا الثنتين من منشاريات الحراشف وهذا يعتبر إنجاز زين حصلنا هنا يعني اليوم الحمد لله قدرنا نحصل على ثلاثة نواع من الأفاعي ثلاثة نواع نعم حصلنا على وادي ريسر اللي هو اللونين الفضي والمخطط حصلنا على السقاد العماني والسقاد العماني اللي تكون موجودة قريب من القبال والصخور وحصلنا على أفعال منشاريات الحراشف وهي قريبة من الأشجار في الصحراء إذن كذا قدرنا نغطي على أهم الأفاعي الموجودة معنا هي في القانب الشمالي من سلطان العماني نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر